السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتبر عشبة الخرفيش أو شوك الجمل من الأعشاب المهمة التي تنمو عند المنحدرات الصخرية بصفة خاصة وتعرف عشبة شوك الجمل بأهميتها لعلاج الكثير من الأمراض وخاصة لعلاج الصلع ومرض الثعلبة حيث تعتبر عشبة الخرفيش من الأعشاب الضرورية للإنسان لما تحتوي عليه من عناصر وفيتامينات هامة فوائد الخرفيش لعلاج الصلع والثعلبة تعمل عشبة الخرفيش بفضل فوائدها الفعالة على تحفيز الشعر على النمو وتساعد على إنبات بصيلات الشعر التالفة وتقوية جذور الشعر الموجودة وبالتالي فإن هذه العشبة تساعد في علاج مشكلة الصلع وعلاج التعلبة تساهم أيضا عشبة الخرفيش على القضاء على القابل وحشرات الرأس بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من القشرة والأمراض التي تصيب فروة الرأس والآن قبل التعرف على كيفية استخدام نبات الخرفيش لعلاج الصلع والثعلبة لا بد لنا أن نتحدث عن مرض الثعلبة داء الثعلبة هو مرض يسبب مهاجمة بصيلات الشعر من قبل جهاز المناعة مما يؤدي إلى تساقط الشعر ويظهر على شكل بقع صغيرة مفاجئة غير منحوظة ولكن مع مرور الوقت قد تتصل هذه البقعة الصغيرة مع بعضها البعض لتكون بقعا كبيرة منحوظة ويصيب داء الثعلبة فروة الرأس غالبا وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤثر على الحاجبين أو الرموش أو اللحية أو أي جزء آخر في الجسم وتنمو هذه الحالة ببطء ويمكن أن تتكرر لعدة سنوات ويمكن أن يؤدي داء الثعلبة إلى تساقط الشعر الكلي ويصبت من نمو الشعر مرة أخرى أو يؤدي لتساقط الشعر عند نموه ويختلف مدى فقدان الشعر ونموه مرة أخرى من شخص إلى آخر طريقة استخدام نبات الخرفيش في البداية يتم حرق مقدار كافي من نبات الخرفيش على النار حتى يصبح أسود اللون ثم يضاف إلى الخرفيش المحترق القليل من الفاسلين ويخلط جيدا بعد ذلك يتم وضع الخليط في مكان الصلع أو مكان الإصابة بالثعلبة ويترك لمدة ساعة ثم يتم غسله تكرر هذه الوصفة كل يوم للحصول على أفضل النتائج في علاج الصلع والثعلبة بعد استخدام الوصفة لمدة ثلاثة أيام سوف يلاحظ الشخص انتفاخ محل الصلع وبعد مرور ثلاثة أيام أخرى من استعمال الوصفة سوف يلاحظ ظهور المسام في مكان الصلع في حين كان محل الصلع أملس ولا يوجد به أي فتحة مسام بعدها سوف يلاحظ ظهور الشعر ملاحظة مهمة جدا من عيوب هذه الوصفة وعند إنبات وصيلات الشعر سوف يكون ملمس الشعر خشنا لكن هذه الوصفة سوف تعالج مكان الثعلبة ولن تعود مجددا دمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم